مرحبا بكم من جديد على موجهة الإذاعة الوطنية للتونسية سعيدة جداً لحقيقة أني نستقبل هو مسرحي يفضل ديما الإختيباء هاك ما يحبش برشا الحوارات والظهور وكل لكن المرة دي العمل هذية خليه يخرج للوسائل العليم ويحكي عن العمل هذية تبعتوه ممكن للجمهور العديد الجمهور المسرحي يعرفه في فضاء التياتر هو مسرحي بالأساس لكن في رمضان تبعتوه من خلال المسلسل الرجوج نحكيه على وليد عيدي أهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا بيك عايشك شرفني الحضور ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات تفضل انقدمك الممثل وليد عيدي ولا المسرحي وليد عيدي المخرج نحبهم الزوز انتمائي العالم المسرح والعالم التمثيل بصفة عامة نحبهم ونحب الانتمائي لهم اليوم نقوله بتجربة مهمة في الكوميديا الموسيقية لتجمع المسرح بالموسيقى نلقاوك مخرج نوبة غرام تكون حاضرة في إطار مهرجين قرتاج أول مرة تتعرض للجمهور العريض قدمت في الريو لكن هذه أول مرة في إطار مهرجين قرتاج نوبة غرام لسيرين شكيلي ومحمد علي كمون نوبة غرام كوميديا موسيقية الموسيقى هي المحرك ممكن لكن في الأخير هي حكاية صحيح؟ الصحيح هي موسيقى وكلمات وأغاني ورقص وحكاية وتمثيل يعني هي خليط مزيج بين وتقاطع بين برشة فنون في نفس الوقت التجربة كان بحذينا في فترة اللي فاتت محمد علي كمون حكينا على الاختيار متاع المخرج فحكيلي شو اللي صار باش أثقاء على الاختيار وقت اللي تكون في تجربة أولى كوميديا موسيقية واحنا معناش في تقاليدنا برشة الكوميديا الموسيقية في تونس ممكن فما تجربة لكن معناش شكل المدرسة الكوميديا الموسيقية اللي موجودة وفعلة وعننا مخرجين للكوميديا الموسيقية كيما في لبنان اللي هي تقريبا في الدول العربية الأكثر حضورا في الكوميديا الموسيقية أنك تدخل تعتبرها مغامرة؟ مغامرة بطبيعة لأنه بطبيعة كل عمل فني هو مغامرة يعني ديما نحاول فكرة أنك ما تشبهش للآخرين وأنك ما تشبهش للشيء اللي عملته ولو ديما فيه ديما هي فكرة مغامرة ديما انتلاقها نحو المجهول ورمك نذايا زادا لهذا اللي يشيق في العمل اللي يخلي ديما العمل مثير للاهتمام وللأحاسيس والعواطف أنك تكتشف في العمل المسرحي أنت المخرج أنت في يدك كل شيء أنت المتحكم معنى رؤية الفنية هي لك أنت في الكوميديا الموسيقية بين الموسيقى اللي فما أغاني موجودة ملحنة من محمد علي كامون من الكتابة لسيرين شكيلي فما فما فكرة من خلال الأغاني قديش أنت محدد فيها بالنجم نقوله فنيا للرؤية الإخراجية الحقيقة أنا نرى أن الرؤية الفنية مشتركة معناها هي مشتركة بين الكتابة أولا سيرين شكيلي ثم محمد علي كامون اللي هو عمل كومبوزيسيون وتصور الموسيقي ولحن الأغاني ثم أيضا يشاركوا فيها زادا كل الفنانين الأخرين اللي معنا اللي هما يعني كل واحد عنده سباق الموضوع المغنين الرقصين بيليل بن رمضان اللي شاركي في السينغرافيا مروين الروين شاركي في تصميم الرقص اللي هما فنانين كبار ومهمين ثم أنا عندي نحاول نخلق الارموني بين هذالكل ونحاول ننسق هذالكل هذكا من طبيعة خدمتي مع أني ديما أنا نفضل الحوار والاشتراك أكثر منه أني نكون معناها صاحب يد مطلقة في الموضوع سهل أنك تتناقش ومعنا كيفاش كان العمل مع محمد علي كامون وسيرين شكيلي صعيبة شوي لأن كل واحد جاي من عالم زيدا ما تنسيش هو ينظر للموسيقى ممكن هي المنظر الموسيقي أنت عندك الفرجة والركح بحد ذات وعنده متطلبات وزيدا وي صحيح ذا إصار ديجا معناها تأرجحنا قليلا بين السوق الفهم ومتعة الاكتشاف مرات حاجات جديدة عليها مرات جديدة عليهم وهذا الموجود بين الناس اللي عندهم في الرقص الناس اللي يمثلوا بين الناس اللي يغني ومعناها مرات حالات متاع هكا لكن لكن ديما لحقيقة ديما تم تفاهم وديما ديما اكتشاف الآخر حاجة مهمة ياسر معناها وانا بيدي توجيه لحقيقة الحقيقة زادة توجيه توجيه فنيا وتوجيه في الحياة أنه ديما نتعرف على نسخرين ونتعرف على فنون أخرى وأشكال أخرى نحب نخدم حتى مع رسامين نهار اخر نحب نخدم مع فمتني الفنون الأخرى لكل وهذا زادة لمسته عند دليل كمون وعند سيرين يعني يخلق تجربة وتراكم معرفة واللي الأدواتك تطور في نفس الوقت وتولي عندكم وين تاخو أكثر معناه هذا هو ديجا أنا التجربة أثرات لي برشا معناه أثرات لي برشا في علاقتي بالموسيقى والغنية بموسيقى التونسية بالنخصة اللي ما كنتش في بلي شبهها كاك ماذا كانت علاقتك بالموسيقى وديت؟ علاقتي بالموسيقى التونسية الحقيقة علاقة بعيدة قليلا يعني قليلا كثيرا الحقيقة ما مانيش قريب اكتشفت الحقيقة أني مانيش قريب من الموسيقى التونسية ما عنديش بها غرام كبير إلا بعض الأغنيات اللي نسمحها كما تسمح النس كل البعيدة ثم غنيات تعجبني ثم بعض الفنانين يعجبوني اللي كبرنا معاهم يعني نسبيا لكن عندي غرامي أكثر بالموسيقى الغربية ثم موسيقى الشرقية زادة عبد الوهاب وغيره فكانت لي بالنسبة لي أنا مصالحة الحقيقة واكتشاف اكتشفت الموسيقى التونسية بطريقة معاصرة أخرى بطريقة فنية أخرى ونعتبرتوا أني أنا فكرتي أني نحب ماذا بي نكون سفير للأغنية هذه التونسية ماذا بي ندفع عليها ماذا بي نوصلها للأوساط أكثر شبابا والأوساط الفنية الأخرى للمسرحيين نفسهم موسيقى جميلة وأغانيها جميلة وقدرة أنها تزيد تتطور وتزيد تتحسن هذا هو هي الموسيقى التونسية تنقصها لجانب الفرجوي لجانب المسرحي كيفاش تتقدم كذلك الصورة عندها معناها دور فما معناها قائم وكأنه فما الموسيقى يخدموا وحدهم المسرح يخدموا وحدهم فما يشك التكامل بين الفنون اللي يخلق الثراء هي في المعناها الكوميديا هذي الموسيقية هي قصة قصة حب وعشق مش مش نحكيه برشا التفاصيل لكن ثم كذلك فاطمة صفر اللي هي ممثلة بالأساس وهي كذلك عمدة المرجعية موسيقية أنا ممكن بعيدة على الموسيقى التونسية هكا لكن تغني ذا لكن تغني وفهمة اختيارك الفاطمة جيب في الإطار هذا جيب في الإطار هذي معناها في البداية وهو موش اختياري أنا فقط معناها هو اختيار مشترك فهي معناها فاطمة تشترك معنا ومع بقية المغنين اللي أديوا في نسج هالحكاية هذي نسج خيوط الحكاية الكلنا نحاول ونكونوا في خدمة فكرة العرض الكنسبت متاع العرض اللي نحبوه يخلط للناس واللي هو شكل من الحلم هو حلمة حلمة عمر بنجمة اللي تتشكله كل مرة بطريقة وكل مرة بشكل فيكون الحب متوهج وكل مرة ياخد شكل وكل مرة ياخد طريقة هاك الحب هذي اللي أدي إلى الجنون هو موضوع نوبة غرام شو رايك نسمعوا تفكرني بصوت سحر مزيد اللي بتكون حاضرة في العرض من نوبة غرام احنا عنا ثلاثة أغاني من نوبة غرام هاكا موجودين ويسمعوهم على موجات الإذاعة الوطنية نسموها وبعد بش نحكيه وتفكرني قلبي تشق كم لنا قلبي تشق قلبي تفلق وتفكرني من الأغاني الجميلة بصوت سحر أغنية مزيدة ياسر كما بقيت الأغاني وزاد الأغاني فاهم برشا تنوع كبير كما نستدعك نسمع الغنية اللي بعدها اللي هي بالعربية جنون زاد كيف كيف أغنية جميلة جدا بصوت محمد بن صالح أغنية ممتازة لحقيقة نسمعوها بعد وليد العناصر الموجودة على الركح هي موسيقية بالأساس فنانين ما عنده بش تجربة في المسرح في الوقوف نعرف أن المسرح عنده كذلك قوانينه عنده وقفته عنده كيفاش نج معناه تكون واقف على الركح كان ثم تعاون وخاصة وأنه فما محمد عنده تجربة سحر لكن أغلبيتهم شباب مزال في تجربهم الأولى ممكن التعاود على الركح في حد ذاته معناه مزال جديد يسهل المهمة ما هيش سهلة برشا تطلب ساعة قبل كل شيء أنه حب فما حب معرفة إنسان يحب يعرف يحب يتعلم حاجة جديدة وهذا لمستو موجود لكنه بنسب بنسب متفاوتة إلى أن وصلنا إلى درجات قوية وعالية وأهم شيء للناس المغنين ومغنيات الموجودين في هذه المرة عندهم إحساسهم كبير إحساسهم عالي وهذا بحكم أنهم فنانين فهذا مكون كبير من مكونات الأداء على الركح ديجاه موجود الباقي التقني خلطوا إلى درجة باهية لكن تعرف الطريق مازالوا يتكونوا ومازالوا يتعلموا فما شكون اللي في الشتاب شي قايد ويكون يقرأ في التياترو تتصور فما نتصور نتصور ونتصور وثما شكون عندهم عندهم طاقات باهية وامكانيات باهية وديما وهذه بدايات معنا مازالت حاجات جميلة جاية في الثمية ثم اسمي فنية عربية وحتى عالمية في الموسيقى فما يلزم تكون ثم دراسة المسرح لأنه زاد الركح الوقف على الركح وكل مش كله في الهكاكة معناه في الطبيعي ولا في الارتجال فما فما معرفة زي ما تكون بالركح وبالأدوات والكوميديا الموسيقية عندها كذلك شكل متاحة ومضمونها مرجعيتك أكثر في المستوى الكوميديا الموسيقية وليد معناه وقت اللي بديت مش تخدم هل انت سع من قبل شاهد وإلا ليه نتذكر وحنا فما فما أنت من جيلي فندخل دام دو بغي ظهلي تفرجنا فيها وأثرت فينا وشفنا معناها قاعدة موجودة إلي جانب عديد الأعمال العالمية وكذلك وحتى في الدول العربية فوين مرجعيتك أكثر وين نجموا نقربوا أكثر أنا مرجعيت الله يرحمه ويناعم نجيب خلف الله الرقص الكوريغراف التونسي اللي كان يقول من جملة ما يقول لأنه أحنا يقول من شبه لحتحد ديما ثم محاولات أنه نكونوا أنفسنا ومن شبه لحتحد ثم التأثر موجود انفتاح ربما أكثر الكوميديا الموسيقية الفرنسية وثم وعنا نشوفنا نشوفوا شويتا وتنجم بالإنترنت شوف حاجات في برودواي وثم التجربة الشرقية متاع المشرق الرحابن وغيرهم ديما هذيك إضافات لأن أنت تتفرج في الحاجات كيف المسرح نفسه ديما ثم موجود الغناء والتجارب الغنائية والمغنين ثم يعني الأفكار متعدة اليوم في الفن الحديث الفنون متداخلة على بعضها ومنفتحة على بعضها ومعاش ثم حدود واضحة متاع الجنر هذا شنو وهذا شنو وهذا شنو كوميديا الموسيقية تعاملت من غير كلها أكابلا معناه من غير حتى موسيقى مثلا من تجارب اللي في أمريكا معناه ثم برشة إمكانيات في الفن والمهم أنه الإنسان يكون يشبه لروح وأنه يبتكر الجديد اللي يتماشى مع فكرته وذوقه ويخاطب الناس الجمهور اللي قدامه جمهور كوميديا الموسيقية مش بالضرورة يعني تونسي ومش تونسي ثم حاجات هكا هكا التخيل ديما على أن هاللغة منها ولكنها لغة عالمية في نفس الوقت بعض العرض اللول كيف كان التقبل ولهن خاصة أصدقائك اللي يكيد يكونوا أصدقائك ويكونوا كذلك هما في نفس الوقت ملاحظين للعمل فمش كيف كان التقبل التقبل إيجابي جدا الناس عجبها العرض وتفعلت معها بصفة باهية وصار لها كل الاندهاش اللي صار للي أنا زاد وقت لي سمعت الغنيات وهذا حاجة نحبها توصل للناس الكل وعطوني شوية ناقد بطبيعة شوية آراء للحاجات اللي نطلبوهم من أصدقائنا في العرض الأول والناس اللي تهمنا وتهمنا آراءهم يعني وصلتني بعض الملاحظات اللي يخذي تابعا الاعتبار بطبيعة يعني العرض اللول اللي بشكون في قرتاج في إطار مهرج القرتاج والركح عنده كذلك نحكي عن المختلف بين الركح في الإطار المغلق وبين الركح المفتوح فما تغييرات فما تغييرات بتبيعة معناها تغييرات دقيقة نقول وما يشبر شاما دقيقة يعني تغير على لإدابتاسيون القرتاج لأنه ركح أكبر ولأنه فيه خصوصيات خصوصيات الركح ثم خصوصية الخصوصية اللي موجودة في قرتاج واللي ممكن ما تلقاهش في فضائيات أخرى وبش تستغلها لعرض قرتاج الأكبر لزنتري متاع وما يشبهوش للمسرح اللي خدمت فيه فيه المستويات للنبو أكثر إلى أخير ثم لزكران ثم يعني برشة عوامل فيك وفضوك وفضوك وفلدي بلسما وين بتبيعتي أنا عندي عدد الموسيقيين أكبر بش يكون عدد الرقصين أكبر فهذا يخلي المسافات أكبر فيوال يخلي حسابات اللي تأثر على النساق متاع العرض وتأثر يعني عنا حساباتنا في الموضوع ذا وثم الروح متاع كرتاج اللي هي روح تخذها في الحسبان فلا احنا جايين دخلين على فضاء عنده تاريخ وعنده دنيته وعنده ظوابت ديما جمهور قرتاج جمهور متنوى وجمهور كذلك مش سهر مرحبا بي انتي جيت من عالم المسرح وكذلك أصدقائك اعتليوا الركح بي عروض فرجوية سابقة فكنت حاضرة كيد من الجمهور اللي تفرجت في العروض هذية ومحليه المشاهد قبله لأنك أكيد عندك كذلك ملاحظات اللي بيش تستغلهم وتوظفهم في العرض متاعك فهم استغلال للركح الأسفل للمستوى الأسفل المستوى السفلي بكله ماناش بيش نستغلوه بيش خليوه للجمهور فهم ثلاثة مستوية تلاثة بيش كونوا معبين ثلاثة اللي الفوق انتلاقا من الرقح ثلاثة معبين هو اختيار جمالي معناها احنا حبينا انا ما حبيتش نفصل بين الموسيقيين والمغنيين والممثلين والرقصين حبينا نحبهم الكل يكونوا في انسول أغموني يعني يكونوا في انسول تابلو مشترك فيه الناس الكل يشتركوا فيه الكورال اللي هما يقوموا بعمل رائعا حياهم بالمناسبة فنحبو نقدمو نتمنى وانو لوحة فنية متكاملة معناها في فيها العناصر هذي الكل هل الصورة والسينيما بش تكون حاضرة موجودة زادة موجودة ديما فضاء معنا نخدمو على الصورة وعلى الزكران اللي موجودين نتمنى تكون فرجة رائقة ممتازة انا مش مش نحرق اما فقط الصورة هل فما معناه شكون اللي اشرف عليها فنيا في الرؤية في مستوى التصوير موجودين عنا فريق الاختيقة متكامل ونستخدم على جميع المستويات هو عرض غريبة شوية نشكر فيها ما بو نزمني نشكر وحق عرض مكتمل عمل غريب بالعكس انت اي خطر خطر هو هي فرصة بش نشكر الناس اللي معايا الحقيقة وبرشة وانا ما سميتهم مش خذيكيب كبيرة وبللي نسميهم ما نعطيهم مش حقهم اللي يعملوا في الدانس واللي يعملوا في الصورة والموسيقيين والمغنين يعني بالحق والكورال يعني عمل بالحق يسر ناس ممتازة وناس اضافوا لي انا وانا فخور بهذا العمل واللي انتماء لي ولي وليد تجربة ونحكيوه على عملتا ومش هكا تجربة نوبة غرام اكيد بش يكون عرض اول ثم عرض اخرى ان شاء الله بش تكون وفما كذلك انتي في حد ذاتك كممثل كمسرحي نجموه نحكيوه على اتاب اخرى نقلة اخرى في المسار متاعك اخذت منها حاجات بش توظفها زيدة في الاعمال المسرحي اللي قاعدت هنتخدم فيها بتبعها هي نعتبرها نقطة موذيئة في مسيرتي الفنية المتوضعة وعندي ثوابتي زيدة العمل المتاعي في التياتر ومسرح التياتر وشي اللي نحبه والعائلة اللي ننتمي لها وبتبعها نتصور ونتخيل اني بش نرجع باكثر ثراء واكثر حتى تقنيا عندي عندي تقدير اكبر الاسوات والفكرة الغناء وتأثير الغناء في العروض الفرجوية احنا بش نسمع محمد بن صالح جنون وبعد بش نرجع نكمل معاك ما يتبقى منا وبتغرم خطر فهمو حاجة اخرى النجمو نحكيو فيه جنون جنون المتعة الموسيقية هذية بش تزيدوها متعة اخرى فرجوية يوم 12 اوت في نوبة غرام في اطار مهرجين قرتاج الدول اللي نذكر وانوضيفنا مخرج الكوميديا الموسيقية نوبة غرام والمسرح يواليد عيدي وليد متعة في الموسيقى متعة ولا متعة الحقيقة من اللي دخلت للمشروع عبايا وانا مستمت انا بش نوصل لان للاعمال متاعك انت تونا وبتغرم تانين عليها وكاتناش قوت وكيد ان شاء الله بعد بش تكون فهمها عروض اما نحب اننا نسئل على عروضك انت مسرحيتك مع نعفو فترة الصيف للاسف المسرح ديما هكا ينقص شوية لحضور في المهرجانات الصيفية لكن العودة تكون مع اكتوبر شهر اكتوبر ان شاء الله شو عنا في الاعمال اكتوبر نرجع مع التياترو في ترجع مع برمجة التياترو ثم القلب مسكون مسرحيتي احنا خدمنا شوية في الصيف لانا افتتحنا مهرجان دقا بها ترجع للتياترو ترجع مشاركتي في على هواك للمسرحي الكبير طفيق جبالي اللي نشارك فيها انا كممثل ونرجع الى الاعمال الاخرى اللي موجودين مع طلب التياترو وستوديو ثم اعمال اخرى ونحضر الامال الجديدة القلب مسكون بعد الدقا كيف كان عرض الدقا الافتتاح الاطار هذيك التاريخي الاطار ممتاز جدا وعطان اضافة المسرحية في روح المسرحية وكانت تلاقي مع جمهور مختلف بايجابيات وسلبيتها تكون حضرة في يام قرطاج المسرحية فما نية وانها تكون حضرة يام قرطاج المسرحية القلب مسكون لقيقة منعرش هذا مهوش مرتبط بيانا بركة مربوط ب عدة عوامل والتاريخ والجغرافيا والتقس ربما مش بالقلب مسكون ربما ان شاء الله بعمل اخرى ان شاء الله فما حاجة قاعدت تكتب وليد ثم ديما المشاريع ديما موجودة والامكانيات الكل موجودة ان شاء الله المسلس رقوش بش تكمل المرمى ولا لين رقوش بش يتواصل في جزء ثاني هذا اللي نتصور نتمنياه وقاعدين بدين انا في التصورات الاولى وفي الكتابة مع عبد الحميد بوشناق وبقيت فريق اللي كتبوا في السيناريو الجمهور اكتشفك في رقوش وكنت العاشق اللي يعني تخل المسلسل بصورة معينة خرج منه بصورة معينة بفكرة اخرى قديش فيه من وليد شخصي جزء مني هو بطبيعة يوسف هو جزء مني لانه بش تخدم شخصية لازم تخدمها بذكرتك وعواطفك ونفعالاتك وخيالك زادة لكن هو يعني هو زادة بقدر ما هو قريب مني بقدر ما هو بعيد مني بعيد علي طوي يبعدني خير يوسف يوسف طيب نكتشفه شنو بش يعيش في الجزء الثاني فمانية انه يتوسع اكثر في ثمانية انه يتطور ويواصل يعيش المغامرة اللي بداها هو عاش مغامرة هي قصة تعلم هو مش مش الرجوج مش يلعب فلقاه روح ويتعلم بداي يتعلم في الحياة بطريقة اخرى فالتجربة هذه ستتواصل بطرق اخرى ما بش يواصل في هالتعلم هذين بتاعه رحلة تعلم ياتيك الصحة واليد عيدي شكرا لك ان شاء الله نتلقاه في موعيد اخر يعيش شكرا ان شاء الله مع عروض عودة عروض الفضاء اللي يلزمها لانا نستحق مسرحية مهمة وكل التوفيق في نوبة غرام شكرا يعيشك نشكرك ونشكر لذاع الوطنية وان شاء الله في لقاءات اخرى شكرا لك احنا بش نختم نوبة غرام مع ثونائي ماري معثماني ووسيمة نابلي في نغني ممتاز